يا هلا من هنا البداية حياكم الله أنا جمال معيقل ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا البداية من بيان وزارة الداخلية إذا أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بحد الحرابة في الرياض بحق المقيم اليمني عماد المنصوري الذي نفذ هجوما إرهابيا بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض وطعن أحد أفراد الفرق وأحد حراس الأمن وهو ما دعا إلى ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعف في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهاب في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال ولأن ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل ترجمة نانسي قنقر